السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم علي عامر اليوم جبت لكم موضوع من الرياضيات الصف الثانية المتوسط وهو مربع الحدانية ورح نبدأ نأخذ مربع مجموع حدين مربع الحدانية رح يكون بهذا الشكل هذا هو شكل مربع الحدانية أما قانونه مربع الحدانية يساول مربع الحد الأول زائد ثنين ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني زائد مربع الحد الثاني ونبدأ نأخذ أمثلة هذا هو مربع الحدانية نحن نبدأ نسادم القانون على هذا المربع القانون يقول لنا مربع الحدانية يساول مربع الحد الأول أي ثنين تربية عفوا أي تربية زائد ثنين ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني ضرب الحد الثاني ضرب الحد ثم هناك ملاحظة مهمة وهي دائما أنه نجمع الثنين والحد الأول والحد الثاني نجمعهم دائما مبحد ونبدأ تربية زائد ثنيا ضرب بي زائد بي تربية وهاي هي طريقة حل المعادلات نأخذ حاليا معادلة مثال والأوجد مربع الحدانية ثنين اكس زائد ثلاثة نحن نستدم هذا القانون القانون نقول مربع الحدانية مربع الحدانية ثنين اكس زائد ثلاثة يساوي مربع الحد الأول ثنين اكس تربيع ثنين ضرو الحد الأول ضرو الحد الثاني زائد مربع الحد الثاني نحن نبدأ ننزل الحد الأول زائدين نجمع الحد السنين ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني سنكون عندنا 12 اكس زائدين الحد الثالث سنضرب الثلاثة سننشيل السنين ثم نضرب الثلاثة ضرب ثلاثة سنكون عندنا 29 اما هنانا فراح نصطدم قاعدة توزيع الأسس اللي تعلمناها بالدروس الساقة راح نوزع الاثنين على هاي الاثنين وعلى هاي الاثنين وعلى هاي الاثنين راح نسوعدنا 4 اكس تربية زائد 12 زائد 12 اكس زائد 9 هذا هو مربع الحدانية الموضوع الأول مربع مجموع حدين بالدرس القادم هحناخذ مجموع مربع الفرق بين حدين طبعا اذا عادكم اي تعليق على هذا الفيديو لا تنسوا تحطونا تحت وان اعجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك وسبسكرايب وتابعونا بالدرس القادم الى اللقاء